حول الموضوع معنا مباشرة من حمص الناشط الإعلامي بيبرس ستلاوي عبر سكايب مباشرة بيبرس مساء الخير أهلا بك معنا إلى الآن إلى أين وصلت عمليات تهجير الدفع الأخيرة من مهجري حي الوعر بحمص وكم عدد من خارجه تقريبا هذا اليوم إذا لديك عدد دقيق أو حتى تقريبي تحية لك لجميع المشاهدين الكرام الخارجين اليوم عدد 2500 شخص يتقسمون إلى 650 عائلة أحد هذه اللحظة منذ الصباح الأهالية تم نقلهم عبر الحافلات النقل الداخلي إلى خارج الحي وانتقل القافلة من حي البعض باتجاوجاتها وهي جراردوس ولكن اليوم يعتبر العدد أكبر من الأعداد السابقة التي قد خرجت خلال الدفعات الماضية فلذلك نحن أمام دفع كبيرة لذلك سوف تأخذ وقتا قويلا حتى أن يتم نقل جميع من هم يريدون الخروج خلال يومنا هذا من حي الوعر إلى أطراف الحي ومن ثم خلال المساء سوف يبدأ المسير باتجاه جراردوس نتحدث اليوم نحن على خروج عوائل وأيضا مقاتلين وكذلك الأمر يوجد مصابين نحن نتحدث على وضع إنساني سيء الآن وعنوها أولاء الخارجون طالما أن هذه الحافلة سوف تأخذ وقتا طويلا خلال سفرها من حي الوعر باتجاه مدينة جراردوس لذلك النساء والأطراف يتعبون خلال هذا الوقت الطويب الذي يعيشه الأهالي بعد معاناة كبيرة قد عاشوها خلال الحصارة الجميع من الذي أصاب حي الوعر من معاناة ومن عمليات المسكرية وأيضا من أوضاع إنسانية صعبة بالأخص الأوضاع الطبية كذلك طيب ماذا بالنسبة للباقين من الذين رفضوا الخروج ما المعلومات عنهم عددهم أيضا سلاماتهم وضمانات الحفاظ على سلاماتهم الذين سوف يتبقون بعد إنهاء جميع خروج الدفعات المتفق عليها سوف يبقى من ضمن الذين سوف يبقون ضمن الحي ثلاثمائة مقاتل يحملون السلاح الخفيف هم مسؤولون عن الحماية عن حماية الحي وممتلكات الأهالي والناس الذين سوف يبقون داخل الحي ثانيا نتحدث على بقاء عامة كثير من الأهال هم لا يريدون الخروج ولم يريدون الحفاظ على الحي وأيضا على ممتلكاتهم شكرا لك على هذه المداخلة معنا النشرة الأعلامية ببرسيلوي كنت معنا عبر سكايب مباشرة من حمص